في البداية كرمل السكر حطت كاس سكر مع ربع كوب موية بدأ السكر يتكرمل بدأ يتغير اللون بالقدر ثلاث أظرف كريمة وربع كوب حليب بودرة وربع أكواب حليب سايل بلبت كشطة حروم مع بعض على النار كذا خلاص بدأت تغلي الكريمة على طول أكفر عنها النار الحين خلاص أتركها تبرد وتجمد وأجهز خليط الكيك خليط الكيك حتات بيتين مع فانيلا ونس كوب زيت ثلاث أربع كوب سكر ونس كوب حليب سايل قطيف كاس طحين أبيض ملعجتين ككوب مادرة بيعدة كبيرة بكن مادرة واحد ثانية فيها موايا أغلية شكرا 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 شكرا